توضيحات مهمة فيما يخص جونيور أجاية وموقفهم مع سموحة وبصراحة ألوم على إدارة سموحة إنه لعب يبقى مصاب وما يسألوش عنه وما يشوفوش علاجه وما يحاولوش وراه ولعب أجنبي ولعب له سوالات وجوالات في الكورة المصرية طبعا مع النادي الأهلي فالموقف كله ألوم فيه طبعا طبعا إدارة سموحة كورا واحدة يعني بالمناسبة يعني فهو إدارة سموحة أنا ما سمعتش ردوهم في هذا الأمر بس هو لعب مصاب ببساطة يعني هيا ما فيهاش أي حاجة لعب مصاب يتعالج بقى وبعد ما يتعالج مثلا كان الراجل ما أصلاها هيبقى عمل إيه مشكلة يعني ممكن تتخيل جونيور أجاية عمل إيه مشكلة وهو مصاب مثلا راجل مصاب ولسه فيه إصابة في رجله يتعالج يا جماعة بسيطة يعني قدام أنت بتجيب لعب محترف إنت متكفل بعلاج اللعيد بتاعك للنهاية يعني للنهاية واتكلم واتكلم أو كمان زمالي بيقولي أنهم كانت تكلمهم مع المهندس فرج عامر ولمهندس فرج عامر قال لهم أنه المجلس السابق هو اللي يتحمل مصاريه في علاج جونيور أجاية مش المجلس الحالي وبرضو ده كلام مش منطق بالمناسبة دي جزئية كلم أيضا كمان أسر حزم فتوح وكيل اللعبين عن موقف أيمن أشرف كلام كتير عن مفاوضات بينهو بالنادي الزمالك وأنه ينتقل للزمالك الموسم القادم هو نفى هذا الأمر جملتا وتفصيلا وقال أن كل العروض أو كل الشغل اللي بيشتغلوا والأيمن أشرف هو خارج مصر مش في مصر خالص وقال نفس الأمر بالنسبة الرامي ربيعة هو لو رامي ربيعة هيمشي فهيمشي خارج مصر مش هيبقى في مصر لما سألته على يوسف أمامة قال أنه نادي الحزم هو اللي هيحسن موقفه من استمرار اللعب أو رحيله بنهاية الأسبوع القادم هيشوف بعد كده هيقدروا يعملوا إيه بالنسبة ليوسف أمامة هل يعود لنادي الزمالك أم يستمر في السعودية ده بالنسبة للأسماء اللي احنا قلناها ترجمة نانسي قنقر